والرياضة بالعاصمة الموكشوط يستضيفه فعاليات الحفل المنظم بمناسبة تخرج الدفعات الثانية من طلاب هذا المعهد المكونة من خمسين طالبا موزعين على شعبتي علوم وتقنيات الانشطة السيسيو تربوية وعلوم وتقنيات الانشطة البدنية والرياضية وذلك بعد حصولهم على شهادة الليسانس في نظام الامد المين العام لوزارة الثقابة وشباب والرياضة والعلاقات مع البرلمان وكالة السيد با مامادو أن في مستهل كلمته الخريجين والتواقم التربوية للمعهد مؤكدا أن القطاع الثقابة والشباب والرياضة والعلاقات مع البرلمان سيواصل العمل على تعزز قدرات استيعاب المعهد للمزيد من الشباب لتكوينهم نظريا وتأهيلهم بدنيا للقيام بدورهم في النهوض بالبلد باعتبارهم حجر الزاوية في جمع الاستراتيجيات الرامية إلى تنميته يدرس بالمعهد العالي للشباب والرياضة حاليا أكثر من مئتي طالب يوطرهم إثنان وثلاثون أستاذا في تخصصات شبابية ورياضية مختلفة أقدر عاليا العناية التي يوليها فخامة رئيس الجمهورية للشباب باعتباره الركيز الأساسي في المجتمع اليوم نحتفل بتخرج الدفعة الثانية من طلبة حاصلين على اللصانس في العلوم والتغنيات الأنشطة السوسيو التربوية والعلوم والتغنيات الأنشطة البدنية والرياضية هذه هي الدفعة الثانية من خريجي المعهد العالي للشباب والرياضة من الطلبة الحاصلين على الباكولوريا والذين تم توجيههم وبإرادة منهم إلى هذا الحقل التربوي الناشئ في بلادنا المتحدثون باسم طلاب الدفعة المتخرجة ذمنوا الجهود التي يقوم بها المعهد في سبيل تكوين جيل شبابي مسلح بمختلف المعارف والخبرات شاكرين طواقم التربوية التي أشرفت على تكوينهم تكويناً وصفوه بالمنسجم في سياقه والملائم لسوق العمل وبلمسة وباء وتغدير تم يزا حفل التخرج هذا بتكريم طلاب الدفعة المتخرجة للأساتذة الذين درسوهم طيلة السنوات الثلاثة بالمعهد العالي للشباب والرياضة